يشارف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على دخوله الشهر الثالث وما تزال سلطات الاحتلال تحاول جاهدة إيجاد وساطات دولية وعربية للتفاوض مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية قالت إن حكومة نتنياه قدمت عرضا لصفقة تتضمن إطلاق سراح ما بين 30 و40 محتجزا إسرائيليا لدى حماس مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين والانسحاب جزئيا من بعض المناطق مع تهديئة لمدة أسبوعين إلى شهر وتعقيبا على العرض الإسرائيلي أعلن البيت الأبيض أن المحادثات بشأن هدنة جديدة في غزة جادة للغاية وشدد على أن واشنطن تضغط للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لكن يبدو أن للمقاومة رأيا آخر فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن حماس عبرت عن رفضها بحث أي صفقة إنسانية أو شاملة من دون وقف كامل لإطلاق النار وهذا ما شدد عليه الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قبل عدة أيام مؤكدا أنه لن يخرج أحد من الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلنته المقاومة الفلسطينية منذ بداية معركة طفان الأخصى وإذا انتقلنا بالصورة إلى الداخل الإسرائيلي سنرى مشاهدين أن هناك حالة احتقان جماهري غير مسبوق في تل أبيب بسبب فشل نتانياهو وحكومته في إدارة ملف المحتجزين في غزة وما زادت طينا بلا استمرار عمليات قتل إسرائيليين بنيران صديقة ففشل قوات النخبة الإسرائيلية في تحرير رهينة إسرائيلي والتسبب في مقتله فضلا عن إخفاقها في إنقاذ ثلاثة آخرين كانوا قد استنجدوا بجنود الاحتلال كلها أسباب تضيق الخناقة على حكومة تل أبيب الضغط الداخلي في إسرائيل يظهر عبر خروج آلاف الإسرائيليين ليلا في مظاهرات حاشدة تارة أمام مبنى وزارة الدفاع وتارة أخرى على مشارف مسكن رئيس الوزراء نتانياهو مطالبين بحل ملف الأسرة وكذلك وقف القتال في غزة هذه الملفات جميعا لاقت على مواقع التواصل مشاهدين تفاعلا واسعا هنا كتب عدنان عز الدين قائلا المقاومة ليست فقط بالسلاح بل استخدام للعقل أيضا أما مصطفى عطي فقال تشترط وتصر على شروطها لأنها بعون الله ستهزمهم وتقهرهم وأردف أبو عبدالله قائلا تبيض السجون الكل مقابل الكل وبتغريدة من جمال نختتم القصة إذ قال يجب أن يضاف إليها انسحاب الاحتلال للغزة والعودة لما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر